السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهار ده حبيبي البوزة المصرية بطريقة حلوة وصحية وإحنا هنا بقى في الشرقية ودخل علينا شهر الرمضان مشهورين هنا في الشرقية بالبوزة خاصة كمان مدينة أبو كبير الشرقية أهل البوزة صراحة بيعملوا بوزة حلوة جدا ملهاش حل هنقول مع بعض المأدير البوزة دي حبيبي بتدي كمية كبيرة من أقل المأدير يعني شايفين مأدير بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة وبتدي كمية كبيرة أنا معايا كباية لربع دقيق متعدد الاستعمالات زي قد كباية الشاي العادية وكباية لربع سكر ومعايا أربع كباية مياه أنا هضيف كباية كمان على دو بالمنظر ده كده ومعايا معلقة خميرة ومعلقة سكر وهاخد سنة فانيليا قادي السكر وقادي الفانيليا قادي السكر وقادي الخميرة معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ويدب دفيت المية نصف كباية مية زي دمع العين ونزلت الخميرة والسكر ونزلت الخميرة والسكر معلقة ومعلقة أنا قلتلكو يا حبيبي المية زي دمع العين لو سخنة مفعول الخميرة هيبطل والبوزة حتى ما تنفعش معيكو هغطي عليها واسبها حوالي خمس دقايق ست دقايق وهنشوف هنعمل ايه في حلة بقا وهنزل بالمية بكمية المية اللي معايا أربع كباية مية أنا قلتلكو هضيف كمان كباية وهنزل بالدقيق والسكر وهديها تقليبة كويسة قبل ما ارفعها على النار قادي الدقيق وقادي السكر كباية اللي ربع وكباية اللي ربع المكونات كلها بسيطة وبتدي كمية كبيرة هقلبها بقا بالمضرب كده أنا ضيفت كباية مية كمان يعني أربع كباية مية هقلبها علشان ما بقاش فيها اي تكتلات وارفعها على النار أنا بقا هسويها على النار زي البشاميل زي المهلبية بس حبيبي علشان ما يبقاش فيها ريح الدقيق واخدين بالكو بالمنظر ده كده بقا ايه شبه المهلبية بالطريقة دي هطفي عليها بقا البوتوجاز وهستنى لما تبرد وحط الخميرة بسم الله البوزة من المشروبات البردة ومشروب صحي وجميل جدا علشان الخميرة اللي عليه يدوب كده بردت زي دمع العين ممكن تضربوها بقا في الخلط بعد ما تحطوا الخميرة عليها والفانيليا عادي بس الكمية اللي معايا صغيرة مش مش محتاجة يعني خلاط انا بس هوريكو هي بردت انا حطيت صوباية عليها يدوب بردت زي دمع العين هنزل بالخميرة لو حطيتو الخميرة والعجينة سخنة هطبوز معاكم مش هتنفى فبصوا يا حبابي هي يدوب دفة بسيط زي دمع العين نزلت بالخميرة وسنة الفانيليا نص معلقة فانيليا او ربا وهضربها ضربة كده برضو انا اقول لكم لو عايزين تحطها في الخلط حطوها ادي سنة الفانيليا جربوها يا حبابي بالطريقة دي طريقة ممتازة صراحة انضف من الجهزة مليون الف مرة يكفي ان انت عاملها بأيديكي وعارفة ان هي نظيفة بس لو عجبكو الطريقة يا حبابي لايك بقى بالطريقة دي هسيبها بالزبط مش هقول لكم يا اما ربع ساعة يا اما تلت ساعة تبع ما تخمر معاكم وبعد كده حطوها في التلاجة انا هركنها كده وحبص عليها بعد شوية اول ما تخمر يعني تتقب معاكم كده وتعلى والعجينة حجمها يتضاعف تحطوها في التلاجة انا حطتها في التلاجة بعد ما خمرت هوريكم منظرها اهو بسم الله ما شاء الله شفتوا العجينة ضعفت وحاجة بقى بوزة خفيفة وخفيفة جدا وطعمها خطير يعني انا مش عايز اقول لكم على طعمها انا دايما بعملها في البيت هنا لان طبعا حكت البيت قلتلكم مضمونة ونظيفة وموفرة كمان يا حبايبي شايفين الكمية اللي طلعت معايا عبوها بقى في كياس او في كبات زي ما انتو تحبوا وبالهانة والشفة علينا وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة